تحليل مباراة شبيبة القبائل ضد نفس ستار الزومبي التشكيلة الأساسية التي دخل بها المدرب ديني سلافان في حراس تلمانمار بن بوت أيت عبد السلام السويد كروم بن شريفة ناشط بن عبدين بن شعيرة كسيلة أبو عالية أبو لحيا وريضا بن سايح الشبيبة إذن تدخل المباراة حيث تمكنت من تشجيل الهدف الأول عن طريق وليد بن شريفة برأسية جميلة ونهاية الشرط الأول بالتفوق الكناري بهدف دونرات وفي الشرط الثاني المدرب ديني سلافان يقوم بتغيرات بإقحام طوبال وحمرون مكان رضا بن سايح وابو لحيا تغيرات المدرب ديني سلافان جاءت بثمارها عندما تمكن المتألق كسيلة أبو عالية من تشجيل الهدف الثاني بطريقها رائعة المدرب ديني سلافان يقوم بتغيرات كثيرة بدخول رايح مكان بن عبدين وتزيب علي مكان السويد وأقاسي مكان مسجيل الهدف بو عالية وفي الدقيقة التاسع والسبعون خروج رسق حمرون ببطاقة الحمراء لتكمل الشبيب المباراة بعشرة لاعبين هذا مستغله فريق نابس ستار حيث تمكن من تقليص الفريق بهدف في مرمى الحارس أسامة بن بوت في الدقيقة التسعين الشبيبة إذن تتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة عدم يجعلها في ريادة في انتظار القرعة يوم 30 أبريل بالتوفيق لشبيبة الجزائر في المواعيد القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر